بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفى و صلاة و سلام على عباده الذين اصطفى و آله و صحبه و من اجتبه حياكم الله متابعين الكرام مشاهدي برنامج مجالس من نور و انطلاق جميلة و متفردة كالعادة بإذن الله عز وجل مع ضيفنا الأستاذ الفاضل محمد عفيف القرفان مدرب الماستر المعتمد حياك الأستاذ محمد يا حلو مرحبتين نحن اليوم و أنا قاعد أسوي الاعداد أنماط الشخصية و الأمناط البشر قلت لك شو الاعداد قلت لي لا الاعداد مفاجأة لا يحتاج بداية لماذا يحتاج الخطأ الخطأ يعني أنا أقصد لماذا تحتاج البشرية في هذه السنوات المتأخرة أن تبرر جميع هذه الأفعال سواء كانت صحة أو خطأ شيء يتغير فينا هو لم يتغير شيء لكن ودي أقول لك فيه ترند حاصل في العشرة الاتيام الأخيرة في السوشيال ميديا ما تقوموش في السوشيال ميديا منتشر جدا يقول الترند يعترف بخطأك ياغني صيني فتلقى الشباب كلا قاعد يغني صيني كلهم تعلمين لا يريد لك يرب بالخطأ أغني صيني ولا أعترف بالغطأ هو ترند مشهور الحين أو يغني هندي أو يغني كوري يعطيه شيء مستحيل يريد المستحيل ولا يريد الاعتراف يريد غني صيني ولا يقول غالطة أين أين يكمن الزلال في هذا المقام الآن ليس زلال و ليس خطأ الحقيقة هذا يعني يدلل على أن الاعتراف بالخطأ ليس أمرا هينا هذا المعنى الحرفي للترند أما أما ودي بس أضيف إضافة أما سالفت الخطأ فمتفق عليه يعني هذه الثقافة لما تقول لي والله لا تقول أنا غلطان لا تغني كوري أقول لك تخطي القرار بسرعة خلاص ليش ليش لأن يصعب على الإنسان أن يعترف بخطأ أن يعترف بخطأ طبيعة البشر وهي ثقافة عالمية يعني الترند هذا مسوى بكل اللغات الله يعني حتى بالصين يقول لا يعترف خطائك يا غني عربي خلي دق عليه فتر هاي جاهزين لا لا خلونا فاصل و نرجع حلقة قوية بإذن الله مع الأستاذ محمد كونوا معنا سأمضي طريقي و لن أنثني و لو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي و لن أنثني أحياك الله عزيزي المشاهد مع فقرة يديدة من فقرات برنامجنا أتكلم عن مهار المهارات التفكير حنسميها التفكير النقدي شنوية التفكير النقدي؟ معنات أن أنا لما أشوف مشهد أو أنحط في موقف أو أمر في تجربة أبدي أحاول أشوفها من جميع الجوانب كأني قاعد أعمل لها دراسة أشوف فيها جوانب الضعف جوانب القوة جوانب الإيجابية جوانب السلبية شنو ممكن أستفيد منها شنو ممكن أعدل فيها شنو شراط جوانب القصور اللي فيها حتى أكملها شنو جوانب الكمال فيها حتى أستفيد منها و أعمم الجوانب هذه على بقية الأشياء شنو هالهدف من المهارة أن ترفع الكفاءة عندي أي مهارة أو أي كفاءة منها الكفاءة العملية أو المهنية أو الإنجاز ليش؟ لأن دائما أنا قاعد أتحامل مع الأشياء قاعد أعمل نوع من التطوير حق الأشياء اللي قاعد أمر فيها إذا كان فيه أخطاء قاعد تصلاح إذا كان فيه أشياء طوفناها فممكن ندخلها فيمشي الأمور بشكل أفضل إلى آخري من ناحية ثانية أن أنا بالطريقة النقدية وبالتفكير النقدي قاعد أعمل نوع من الحصانة حق دماغي مو هي كلمة أسمعها أصدقها لما أسمع الكلمة أول سؤال أسئلة حق نفسي شنو الدليل على صحتها ممكن تكون إشاعة ممكن تكون خطأ ممكن تكون بحسنني أطلعت من الشخص اللي قاعد أتكلم بس ممكن أنه ما كان قاصد أو ما كان فاهم الموضوع بشكل صحيح أو وصلت للمعلومة بشكل منقوص أو كذلك هو وقع في الخطأ وبالتالي لا بد نتحرك وفق للدليل وبالتالي هنا أنا قاعد أعمل حماية حق نفسي فليس كل كلمة قال أستجيب لها حتى لو قالها شخص عالم في التالي لازم أصدقه نعم حتى لو كان اللي قاعد أتكلم شخص عالم فإذن لازم أن أنا ما أصدقه مباشرة لازم أتعلم أن أنا أنقذ الشيء بمعنى كأني قاعد أعمل نوع من الفلترة أو نوع من الدراسة للموضوع اللي أنا قاعد أسمعه لأول مرة وبالتالي هذه الفايدة الثانية الفايدة الثالثة في التفكير النقدي اللي هو على عكس الانصياء حق الأفكار الآلية وهذا واحد من المباحث الكبيرة في العلاج النفسي فكرة الأفكار الآلية شون تحكم في حياتنا لأننا نستجيب بطريقة تلقائية دون أن نقيم الطريقة اللي قاعد أفكر فيها فصيرها فكرة آلية آلية أنا تتيب بسرعة ما ننتبه حق شون انتبهنا أو شون تغير مزاجنا و شون تغيرت مشاعرنا مجرد حصل شيء فبشكل سريع نتغير كل شيء فيه داخل جسمنا التفكير النقدي يعلمني أن حتى هذه الأفكار الآلية أعيد تقييمي لها أشوفها بطريقة جديدة شون الشيء الصحي اللي فيها شون الشيء اللي لازم أعدل فيها وكأني دائما كأني قاعد أتعامل مع الأمور بشكل تقييمي كأن شخص قاعد يحقق في مسألة كأن شخص قاعد باحث في موضوع قاعد يحاول يستكشف شنو جوانبه هذه الأشياء اللي قلنا تخدمنا من جميع الجوانب راح ترفع كفاءتي راح تكرع صحتي راح ترفع أدائي وبالتالي راح أكون دائما في حالة من الصحة وفي حالة من السواء وفي حالة من التميز بإذن الله تعالى وفي أمان الله سأمضي طريقي ولن أنثني ولو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي ولن أنثني حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام فعلا البشر بطبيعتهم أو بطبيعتهم لا يحبون أن يعترفوا بالخطأ لذلك يجعل هذا التحدي لكي يقوم الإنسان بمثل هذا ولكن أين الناس من مقولة العرب الاعتراف بالحق فضيلة وأين نحن من الحديث النبوي الشريف كل بني آدم خطأ وخير الخطائي السلام التوابون لماذا هذا التضاد الآن هي ليس فضاد لنقر أولا أن الإنسان مخطئ لا محالة طبيعي لنقر على ذلك أولا لإجمع أن ستخطئ خلاص إذن الخطأ جزء من تركيبة الإنسان وإلا أنت مؤنسا من إنسان طيب أنت أصبحت خارج فصيلة البشر إذا لم تخطئ لهذا الله سبحانه وتعالى وضع فينا الخطأ وضع فينا الزلل وضع فينا الذنب وضع فينا هذا كله لكي يدلل على ضعفنا البشري حلو هذا بالإجماع إجماع خلاص وإجماع مو بس على مستوى ديني مثلا إسلامي أو لا هو إجماع دنيا البشري كل الناس وأقول لك الترند الذي يصار هذا هذا العجيب الذي تصاله عشر تيام تقريبا شغال الآن أنه يدلل مخطئ تغني صيني أو كوري فإحنا لا إذن هناك إجماع أن هناك خطأ مرتكب وفي إجماع على أن صعوبة بالاعتراف به تمام؟ لهذا السبب في جلستنا اليوم سنحدد أربع أنماط من الناس الذين يتعاملون مع الخطأ مع الخلق حلو النمط الأول النمط الأول سنسميه شجاع يا السلام ماذا يفعل الشجاع؟ يعترف يعترف ويصح ويقر أوه ويعتذر ويعدل يا السلام يعترف ويقر ويعتذر ويعدل ليش الاعتراف مع الإقرار؟ لأنه أقر أنه إنسان بشر وأقر أنه يخطئ ولا محالا واعترف أنه أخطأ واعترف أنه أخطأ واعتذر قولا انتبه جيدا قولا لأن هناك ناس عندهم في صعوبة بكلمة آسف تراها ثقيلة على النفس ثقيلة على النفس يصعب عليه أن يقولك آسف ما يستطيع ما يقدر إلف إلف ما يبيقول هذا إذن هو إذن اعترف بخطائه واعتذر دعنا نشيل يقر عشان ما نطول السالفة اعتذر اعترف الاعترف لا يدخل في الإقرار ويعتذر وعدل وعدل خطأ خليهم ثلاثة حلو 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 اعترف اعتذر عدله تمام هذا الشجاع حلو هذا اللي حطع يمنى قطع عمرك نعم الثاني الثاني رح نسميه المكابر الله يهدي أخطأ لم يعتذر عدله أنا ما غلط بس عدل بس عدل دون اعترف ايوه ايوه هذا سامينان مكابر هذا ما عنده مشكلة في يرقع بس عنده مشكلة في النطق ومن داخل مقر مقر طبعا اي زين لبدا هو قعي يفعل حركات بس هو قعي كابر ما يقول انا اخطأت اي بس قعي يفعل افعال بس قعي يفعل افعال بس قعي يعتذر ايه هو ما قال آسف ولكن جاب لي هدية اوه الاعتبار بالافعال يكون مثل جاب لي اه جاب لي كاكاو مرتب مرتب محطوط هذا مغلف عرف عرف تغلط علي جدام الناس مرتب و تعرف انها غلطت ما تجي بس تسوي ثاني يوم تروح جايبت لي هدية هدية تقول تتكلف تقول لي تتكلف تجيب لي خاتم وتجيب لي عقد ذهب وتجيب لي اسوارة في مقابل عدم الاعتراف والاعتذار عندها خير بس هي ثاني يوم تجيب لها شسمها طبعا هذا الدلال لانه انا بس ما تقول ااسف الله هي تقول اختي الكذيرة ما تقولي ااسف يصعب عليها النطب بهذه الكلمة تقول لي اختي مقابرة وهي تحتاج الى مزيد تدريب وتعلم النمض الثاني المكابر اذا هو هو يقوم بالخطأ ولكنه لا يعتذر و يعتل هذا النوع الثاني 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 رح نسمي لا مبالي هذا طال عمرك يخطئ و يعتذر ولا يعدل يخلي الخطأ على ما هو على ما هو اكثر شريحة مثال على هذا هم المراهقين عيالنا صح تمر علي اخطاء و يفعلها و يرتكبها و يرتكبها و يقر فيها و يعتذر و يقول آسف و ثانية و يسوي نفس الشكل نفس الشي سبحانه ما سوى قلنا شي غالبا يعني هو ينطفق على اولاد اذا على عيالنا يعني اذا هذا اللامبالي النوع الثاني ولا و بس العيال و ينطفق على بالغين البالغين والعاملين و يعيد نفس الخطأ باجر نفس الامس ما يصيش قلنا و انت اعتذرت و اقريت ان هذا و قمت اليوم اللامبالي غير مكترف سبحانه غير مكترف هذا النوع الثالث اللامبالي الرابع الرابع عجيب يا ابو عدرزاك اوه الرابع الجاهل مشكلة الجاهل لا يخطئ أبدا اذا لا يحتاج يعتذر ماما هم يغلط ملاك هم يغلط تقول ليه بالحلال تقول ليه بالحلال ولا هو ما هو لا وجادل صعب و يأخذ و يعطي و هذا ما يغلط الله هذا واحد من الرابع بالديوانية لعبتي لعبتي انا ما اغلط يب الحلال هذا اللي قاعد سويك غلط لا لا انا ما اغلط متى يصحو هذا هذه مشكلة ايو الله اذا لدينا اربع انماط من الناس الذين يتعاملون مع الخلل شجاع مكابر لا مبالي وجاهل نرجع للشجاع اه ما رح نرجع تماما طيب اسقط احنا من الاسقاط الان نسقط احنا والمشاهدين احنا وين عاد الصج صج 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 عاد انا رح اسهل عليك السؤال وعلى المشاهدين ايه شوف احنا رايحين كلنا باتجاه Szجع كلنا بشجع رايحين احنا بالطريج يعني احنا خ類نا افترض لنا كلنا بالطريج رايحين بالنص وصلين ايه رايحين ايه رايحين شجع بس من وين جايين اوه في الاتجاه من واحد من الثلاثة اذا انت اكتشف من اين اتيت قبل ان اصل كش شجع ايو شكرا انا شخصيا خلنا اعترف لك الحين اه زين انا جاي من المكابر أنا رايح باتجاه الشجاع أنا ودي أصيل شجاع أخف واحد المكابر زين أخف واحد ما تقدر تقول أخف واحد بالعكس واحد قال لي أنا جاه من عند الجاهل أخف واحد واحد الثالث قال لي أنا جاه من عند المبالي وشايف أخف واحد هي رؤية اعتبارية سبحانه وتصبح بس أنا هذا رأي هي تعبر ترى تعبر عن الشخصية أتيانك من هذا النمط معناته جزء من شخصيتك شكرا أحسنت إذا النمط الاعتراف بالشخصية جزء من بنائك التكويني في شخصيتك أنا جاي من المكابر أنا جاي من المكابر كنت أنا بعطي دورة في مؤسسة كبيرة نعم وكان من الحضور اللي يمعليك وكان الحضور واحد اسم أبو سالم قاعد أعطيهم دورة قيادية وهم قادة أبو سالم قيادي عتيج فقاعد أسألهم سؤال سؤال شي يقول حق القياديين من السهل علي قوله آسف السؤال هكذا يقول فأنت تحط نعم أو لا يا غالبا يا أحيانا آآ ثلاثة يا أنا آذران يا لا آآ خماسي آآ فهو يحط نعم أو غالبا أو أحيانا أو نادرا أو لا توقع أحطهم كلهم بطالة الشباب الشباب أكل أحط لي من نصيبه هذا فأنا سألت أبو سالم أنا قاعد أسأل كل واحد أبو سالم لم أحطيت عنده هذا السؤال لكي يقول لي باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية ولا واحد من الخمسة يا بي لا هو يعني مولأ لأ جدا أوه مالك أمل مالك أمل يعني ما اسمه حاطه إذن السؤال يقول من السهل علي قوله آسف أبو سالم أبو سالم يقول من الصعب علي لا لا يعني أبعد أكثر حين أنا أنا كمدرب الآن هذه حالات أوقف عندها استفيد منها طبعا ولا وكي سستدج أدامي حقيقي أطبق عليه الآن المهارات آه ممتاز خوش 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 ننطر ليه بكرة نشوف شورا وسالم ورا سالفة ما مستحيل أو سال لنا إحنا دورة نخب سيام إحنا باليوم الثالث الآن يمديك يومين يند أي يمدي نندسيش هذا وحين صارف عندي خلفية جيدة عن أبو سالم وعن الباجين وقياديين حين أبو سالم ورا سالفة بأفهم ما سالفة ومو شكله يدل على أنه نووي في وي ايه لا مدخل بس في حاط نووي في سببنا من العرف السابق المهم أبو سالم ما عذبنا في الموضوع ما تعبنا أبو سالم ثاني يوم كان يجي متأخر نحن ندي تزع صح نطبق الآن نحن ندي تزع نبين هذا ننبلش تزع كلبونا موجودين دورة قياديين كلهم من التزمين كلهم موجودين ما عدا أبو سالم تسع وعشر أبو سالم يدق ويدش الله بخير صباح النور هياك الله بسالم آسف على التأخير أوه بسالم ما يعني ما تأخر في اليوم السابق ما راح تنوي هي مجايك هي ما أقول لك كيس أستاذي الحين جدامي دراسة حالة الحين الحين هذا شخص قيادي قيادي قديم مفاهم خبير فدش وقعد قلنا لها تعال 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 ما راح نطوف السالفة ما راح نطوفها ليش لأنك أنت حين أمس تجاه تقول رفضت نووي أقول آسف وتوقعي الآسف شنو غيرت رايك فقال لها زي حلو أبو سالم صراحة علمنا درس في هذه الدورة تكلبوني وهو وهو يعني شخص أهل لذلك رجوع ما شين يعني ها ايه هو أهل لذلك الله يمسي بالخير فهم حين ليش أمس تقول مؤاسف اليوم تقول آسف وأمس تقول أنا ما أقول آسف قالها أنا شخصيا أبذل جهدا كبيرا كبيرا مضاعفا مضاعفا لكي لا أضطر أنا أقول هذه الكلمة بس الله يسأل الشباب اللي وياه وفي ناس يعملون معه صلهم عمر تعرفون تأخير عن أبو سالم لا والله ما نعرف تأخير عن أبو سالم الله سنوات اليوم أجدت متعمد عشان أعطيك آسف بحقها أوه عشان أقولك آسف صجيا أنا أقولك آسف من غير سبب ليش يعني أعطاك مثال تطبيقي حيث أيه السلام أنا الحين أوجدت لك سبب يخليني أقولك آسف وسبب صجي يطلع الآسف مالتي حقيقية يسأل يسأل ولن أنثني ولو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي ولن أنثني حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام في معرفة أنماط الشخصية عند الخطأ وكلنا ذو خطأ وكل ابن آدم خطأ وخير خطأ إنا التوابون ولكن متى تبدأ ثقافة الاعتدار أبو سالم عطانا نموذج حي اليوم في هذه الانطلاقة الجميلة ومعك ساد محمد و بعد ذلك ما الذي حدث؟ بعد ذلك درينا أن أبو سالم هذا ليس لا يغلط أعتفقنا اليوم بالحلقة لا يوجد إنسان لا يغلط لكن هذا أبو سالم يتحرى ألا يخطئ يا سلام لكي لا يضطر لي قولي آسف و إياك و ما يعتذر رب أيوة تمام هو الآن يبحث يعني هو يدور قاعد على سبب لكي يقول لك آسف لكي لا تفهم غلط يعني إحنا تشكلنا صورة خطأ عن أبو سالم في اليوم الثالث نظريا عدلكم إياها عمليا عدلكم إياها عمليا عدلكم إياها عمليا رجل فاهم إن شاء الله إذا نحنا تعلمنا بأبو سالم هذه الفكرة وين تصنف أبو سالم من الأربعة؟ أبو سالم شجاع صراحة أمس ما كان شجاع لا هو إجابة صحيحة أمس أخفل إجابة صحيحة سلام أنا أشوف بناء على اللي صار أن إجابة مسالم أمس صحيحة أنه لا يريد أن يقول هذه الكلمة هو فعلا هو فعلا لماذا؟ أنا لا أحيج نفسي أنا أبذل جهدا كبيرا على أن لا أحتاج لأقول لك آسف لماذا؟ هناك ناس عندهم كلمة سوري يقولون بس ما يقولون آسف أنا لا أعلم في مجتمعاتنا شوي غريب غريب ثقيل على أي يعني تجد شخص مثلا يقول سوري بس ما يقول آسف ليش دعوة يعني هذه الإنجليزي كلاهما نفس الأداء كلمة آسف اللي ألف سين فا مشكلة في عندهم مشكلة فيها وهذه طبعا من القضايا التي تحتاج وقفة عندها لأن ثقافة الاعتراف بالخطأ بي لها شغل والله يبينها شغل أي دعوة يبينها شغل ما هي الخطوات التي تؤدي فيني كإنسان للخروج من الأنماط الثلاثة والذهاب للنمط الأخير حتى أكون على الأقل مستقر ومتوازن وعندي قدرة إذا أخطأت أعترف وأقرب أنا برأيي لدينا محورا المحور الأول هو محور القول والمحور الثاني محور الفعل أما محور القول فهو الاعتياد والتدرب على الاعتذار عند الخلل ولا يضر الشخصية ولا يضر الشخصية يعني لا تكون شخصية ضعيفة أبدا الذي يكثر أبدا في حلقة من حلقات القوة الشخصية التي ذكرناها سابقا نعم قلنا التواضع بعد قوة صح أنا إذا أظهرت قوة ما يعني أنا بيّنت لك يا أبو عبد الرزاق أنه أنا رجل كفو وفاهم وفنان وقوي ومحترف خلاص بيّن لك هذا كله لما أجي أقولك آسف خلاص أو رح أقبلها طبعا ستقبلها أتت من قوة أتت من قوة وليس من ضع عندما قال أهل العلم من قال لا أعلم فقد أفتا من الذي يتكلم هنا أهل العلم؟ يعني شخص عالم فاهم يعرف خبايا العلم الذي يتقنه يعني فتأتي بمسألة ويقول لك لا أعلم وأن كل الناس يعلمون أنه عليم أو يعني هو ولكنه سلم بالنهاية أيها أيها إذن هو قال لا أعلم لماذا قبلناها منه؟ لأننا نعرف ثراءه المعرفي الذي يقف خلفه سكت الله من تواضع نعم أيها إذن هذه إذن إذا نحن قلنا بناء على سؤالك الآن نعم قلنا إذن لدينا على مستوى الكلام ولدنا على مستوى الفعل أما على مستوى الكلام فأنت أتدرب على قولي آسف حل هل تتجاوزنا الآن أنا آسف يا أبو عبد الرسال أقبلها على طول قلي آسف آسف سنقبلها سهلة ولكن الفعل لتدرب عليها يريد أن تدريب نهدت رب عليها الفعل حين الفعل لما نعدل ونرقع ونسنع ونضبط حين جبنا العيد بناء ما هدمت ايوة اذا انا لازم اعتهد على هذا الامر واعتيادي على ان اعدل ترى هذا امر حين مهم يعني انا ما شرط اكون شخص مكابر حتى اني اعدل دون ان اعتذر يا اخي انا ممكن ان اعتذر وانو اعدل ايضا ما رأيك ولكن يقولون سيد محمد الزجاج اذا كسر سيعود ولكن لا يعود كما كان ما شيء طب اتركه خيار اخر ليش طيب اذا اجيب مادة والسقه ولا اخلم لا والله محاولة انصاقه بالعكس في ناس ابدعوا في الالصاق ما لا يدرك كله لا يترك جلوه اذا انا محاولتي للمعالجة بكبرها هذه هي جيدة يجب قبولها هي قبولها طبعا انا انا الان بذلت جهدا اشوف عبارة انه عقبة ايش عقبة بعد خراب مالطة لا يعني ترى مو مقبولة نسبيا نسبيا مو صحيحة انا شايف واحد قاعد يفذل جهد ما اقول اش عقبة ريال قاعد يسنع وقاعد يتحسف وندم وقاعد يضبط ويعدد اشتبئ منه يعني انت ماذا تريد اكثر من ذلك ماذا لو جاء معتذرا ماذا لو جاء معتذرا هذه عبارة انتشرت على السوشيال ميديا بانتشارة نار بالهشيم لكي كل واحد يعبر عن نفسه سأقول لك ان الناس ستة الناس ستة عد معاي طيب واقعي اجتماعي تحليلي يا السلام ابداعي مغامر تقليدي مو حسبي انا حسب واحس ما جون هولند هو اللي طلع علمات الشخصيات نعم الواقعي سيرى ان جاء معتذرا بطريقة الواقعية وغالبا انه جمعة الشعقبة ايوه ولكنه في نهاية سيرضخ ويقبل طب معي واحد قاعد واحد اخطأ واعتذر وذابح عمرقع يسنع وجاء معتذرا و اقول لك عقبة يعني صراحة فيها جحود فيها جحود فيها فيها تقليل من شأن الجهد المبذول طيب هذا الواقعي باتتسوي لك يعني بعد انا ذبحت عمري اعتذرت وقاعد الضبط وقاعدها سنع وقاعدها رقب يعيد بناء العلاقة وترتيبها و يرمم بعد ذلك يعني طب طب ما الذي تريده هذا الواقعي يجيك الاجتماعي الاجتماعي حبيب ودود لطيف يقبل سريع القبول يقبل حبيب سهل ويمكن هو يجي بادرك بعد وشان يساعدك يا سلام لماذا إمام الشافعي لما اختلفنا حتى العميدته صح راح له راح له ما نطر يجيه هو الأصل أن التلبية يجي سيد محمد الإمام الشافعي تبارك الله يعني مصنف بالأذكياء تبارك الله الشافعي مصنف بالأذكياء وهو أحد الناس اللي بدأوا القراءة السريعة مصنف في الذكاء الذهني في التاريخ المشاهدين يرجعون يرجعون من أراد و مصنف في الذكاء الوجداني شعره كله ذكاء وجداني كل ذكاء عاطفي رحمه الله و الذي يقول لبيت اللي قلناها منذ قليل في أحد الحلقات و هو الذي يذهب لطلبته أو يروح لعن تلميذه يقول يا أحمد أعتقد اسمه نختلف نتفق في مئة مسألة و نختلف في واحدة تجمعنا مئة مسألة و نختلف في واحدة يعني ما هذه تفرقنا الله أكبر إذن الشخص الاجتماعي اللي عنده ذكاء اجتماعي مرتفع مثل الشافعي ثقافة خطأ عنده و الاعتذار عالي جدا و ممتازة في حاجة اسمها منطقة المسامحة منطقة المسامحة هذه إلى أي قدر يستطيع لسنة يحتمل فيها مرونة أيوة ففي ناس يحتمل لدرجة معينة في ناس يحتمل لدرجة معينة في ناس لاسب سلفة ماذا لو عادا معتذرة نعم جزبية منها هذه المبدع يرى الأمور بطريقة مختلفة شلون يرى الأشياء بطريقة مختلفة يعني ممكن يوجد له عذرا ما خطر هو نفس على باله هو يلتمس له العذر اي يبدع يبدع لعذر يبدع لعذر هو هو ما خطر على باله هذا و يسامحه بس كمان المبدع ممكن أن يوجد له مسوغا على ارتكاب الخطأ أيضا المبدع لأنه في الطرفين ذو حدين اي يعني ممكن يكون هكذا مبدع و هكذا مبدع حدي القرار المغامر التحليلي يتفحص و يبحث و يدرس تفاصيل و يبدع بيعرف من لا يتخذ قرار سريعا على ما اجتسمه و ليش بقى بيعرف ليش غلط أبي أعرف ليش اعتكب الخطأ الفلاني و بعدين ليش لما ارتكب الخطأ اصار كذا و ليش ما اعتذر لي ليش ما ينهي سبحانه هذا يقعدي حاتي هذا التحليلي تحليلي المغامر على الأغلب على الأغلب ما عنده مشكلة الشخص المغامر اللي انت اعتذرت له ما عنده مشكلة فسالة الجاءة معتدرة و يمكن نسي أصلا الموقف لأن الشخص المغامر ما يوقف عند الأمور هذه النمط المغامر يجاوزها ماهي خير مغامر حياته ما المشكلة مغامر حياته كله أخطأ أصلا لأنه مغامر هو كله يغامر يغامر يخطأ يغامر يخطأ يكمل فما يفكر أصلا بالخال اللي حصل من الطرف الآخر الشخص التقليدي منهجي النمطي نعم نمطي منهجي يمشي بخطوات محددة أخطأ اعتذار أيوة الله سنسامح أخطأ يجب أن يعتذر وبعد الاعتذار مسامح وهكذا اعتهد يعني هي بترتيب هي مرتبة بطريقة معينة ما راح نقدر نقول أي واحد أحسن لا ما يصير لا يوجد لكل واحد يعني مقام يليق فيه سبحان الله حتى الواقعي لما رأى أن الشعقبه ما راح نلوم لأنه ما يستطيع منطقة المسافحة عنده المسامحة أسف عنده قليلة قليلة ايه الناس يختلفون في منطقة المسامحة فيها بينهم يعني ليس كلنا سواء اكي أنت ثم تلك منطقة كبيرة فيها في ناس ما عنده ولا ذرة يعني ما تقدر سبحان الله فالناس مختلفون وما نطلع أن نسوق الناس جميعهم بذات العصة سبحان الله من أراد التوسع لمعرفة مقدار منطقة المسامحة عنده في العلاقات الزوجية في تربية الأبناء في العمل والدوامات في الوظائف وغيره كيف يستطيع الإنسان أن يقيس هذه المنطقة بحيث يعرف مدى المرونة عنده في قبول الأخطاء والمسامحة و غضة الطرف عنهم لديك كتاب منشور بعنوان الفطنة الوجدانية متوفر يعني في السوق شرحت فيه عن هذا العالم شيئا كثيرا لكن إذا أردت يعني ملخصا بالضبط أولا إذا قابلنا أنفسنا يا السلام شوف يعني تجي تقول لي أنا شخص لا أخطئ رح أقول لك شكرا نستريح ما رح أكمل معك لا تشوف شر بس أقبل أنني شخص أخطئ طيب من يقبل أنه يخطئ طبيعي 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 يعني أنت حتى تطلب من الآخرين أن يغفروا لك خطائك و لا تغفروا أخطاء الآخرين الله ما هذا المكيال الله أكبر ريو الله طول رمضان يقول اللهم أنك عفو و أنت أحب العفو و أنت أتعفو الأخرين يا أخي ابتأ أنت بنفسك و تدد الله سبحانه و تعالى يقترب منه ذراعا يقترب منك معا المسألة مرتبطة بك أنت و ليس بأحد آخر أيها إذن أنا سأقدم حتى أخذ يعني أنت مو أخذ آية أنا آية لاجب أن أخذ أخذ أعطي يا أخي أعطي 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 و خلي العطاء خلي العطاء ديدنك و الله ما في أجمل ما وجدت كريما شقي و الله ما وجدت كريما شقي أنا شخصيا أتكلم عن نفسي طبيعي لم أعرف في حياتي لم أعاشر لم أخالط لم أرى شخصا كريما و أخذ شقي في حياتي الله أكبر ختام جميل جدا مع الأستاذ محمد عبدالقرفان في هذه المنظومة الجميلة ما قصد حسن إذن رسالة من الأستاذ محمد للجميع أن العفو والصفح ترى يزيد في الراحة النفسية و الهدوء و الاستقرار الذاتي و أن الإنسان إذا تقبل أخطاء نفسه سيتقبل أخطاء غيره و أن الله عز وجل يعفوها و يصفح و كذلك أن تعفو و يصفح شكرا في حلقة قادمة و إلى اللقاء